موسيقى على وقع مفاوضات القاهرة وفي توقيت واحد دوت صفرات الانظهار في جنوب فلسطين وشمالها صواريخ اطلقت من غزة باتجاه سديروت وطائرات مسيرة دخلت الى الجليل المحتل وصواريخ استهدفت موقع الرمثة هذا وصعد الاحتلال قصفه في القطاع ولسيما في مدينة حمد وحي الامل في خان يونس وتمكنت المقاومة الفلسطينية من صد اكثر من هجوم في محاور القتال شمال غزة وجنوبها اما في الضفة الغربية فاشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال في قلقيليا وتوباس وتول كارم والخليل ومخيم الامعر في رمالة واعترف الاحتلال باصابة جنديين وفي الجبهة اللبنانية تمكنت المقاومة من اقاع قوات اسرائيلية من لواء جولاني في كمينين داخل الاراضي اللبنانية والقوات المسلحة استهدفت سفينة طبعا اليمنية جديدة مرتبطة بالاحتلال للاتلاع اكثر على ميدان طوفان الاقصى سينكون معنا في هذه الحلقة الخبيران العسكريان اللواء واصف عريقات الخبير في شون العسكرية والامنية من رمالة وهنا في استوديو الميادين الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شرب الابوزيد مرحبا بك سيادة العميد مساء الخير لحضرتك لاليواء يعني لعله على وقع ما نشهد اليوم في ميدان غزة على ابواب تفاوضات في القاهرة حساسة على اعتاب شهر رمضان المبارك وما قد يحمل من تطورات ما الذي يمكن توصيفه لمجمل اركان المشهد ميدانيا تفاوضيا على المستوى الدبلوماسي والسياسي وتأثيراته في المشهد بما يختص بالميدان يعني انتقل العدو الإسرائيلي من مكان إلى آخر يعني كان هناك تركيز على حي الزيتون اقتحام حي الزيتون محاولة السيطرة على منطقة حي الزيتون وصولا إلى الشاطئ كذلك الأمر بما يختص بجنوب قطاع غزة كان هناك تركيز على خان يونس وعلى احتلال خان يونس وسيطرة عليها للانتقال فيما بعد إلى رفح يبدو بأن الفشل الذي مني به العدو الإسرائيلي في حي الزيتون كذلك الأمر في خان يونس يعني دفعه إلى تغيير التكتيك الذي كان يعني يعتمده التكتيك العسكري ولكن التركيز ما يزال على كما قلنا دائما مثلس الموت مثلس الموت ونعني به يعني التدمير القوي والقتل من ناحية من ناحية ثانية التجويع ومن ناحية ثالثة الأمراض والأوبئة واليوم رأينا بأن وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن هناك حوالي المليون إنسان في قطاع غزة يعانون من أمراض معضية وبالتالي يعني بدأت الأمراض يبدو أنه تأخذ مجراها بين النازحين للأسف وأما الصورة الميدانية بما يختص بالمفاوضات كان هناك وفد بطبيعة الحال اليوم لحماس في القاهرة وفد العدو الإسرائيلي لم يذهب ولكن هناك تفاوض ما بين مصر وقطر والجانب الأمريكي مع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية لغاية الآن قدمت هذه الفصائل يعني ما تستطيع وما يعني هذا يعني الخط الأحمر لستستطيعه ولكن يبدو أن التعنت هو تعنت من قبل العدو الإسرائيلي الفصائل تريد وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل من قطاع غزة وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وهذه المطالب محقة بعودة المواطنين إلى قراءهم ومنازلهم حتى لو كانت مهدمة ويبدو بأن العدو الإسرائيلي يعني يرفض هذا الموضوع وبالتالي وكأنه يرفض يعني الوصول إلى أي يعني اتفاق بما يختص بوقف اطلاق النار قبل رمضان المبارك سنستطلع من حضرتك سيد العميد الجو الميداني بالرغم من كل التضييق والقوة الجوية والبرية والبحرية للعدو الإسرائيلي ما تزال المقاومة تقصف كامل يعني مستعمرات غلاف غزة ونعني بها هنا اليوم قصفوا زديروت وقصفوا بيري وقصفوا الرعيم ورعيم هنا يجب أن نذكر بأنها مركز قيادة الرعيم وبالتالي تم قصف مركز القيادة كيسوفيم ونيرعيم لغاية نيرعوز يعني صواريخ الفصائل تضطط كل المستوطنات الغلافة الرئيسية كان هناك قصف بالصواريخ وبالهاوين المائة وعشرين مليمات وبالتالي كل هذه إضافة إلى كان هناك قصف لمستعمرة هي يعني بالقرب من بير سبع وبالتالي على مسافة طويلة فأزان ما تزال صواريخ المقاومة تقوم بقصف المستوطنات وهذا ما يعني بأنهم ما يزالوا على كامل الجهوزية اختلف الأمر بما يختص بحي الزيتون وبشمال قطاع غزة كما قلنا يعتمد العدو الآن على قصف مدفعي قصف جوي وقصف بحري يعني البوارج في عرض البحر تقوم بقصف كامل هذه المنطقة من العطاطرة وباتجاه دوار النابولسي ورأينا أنه يعني في اليومين الأخيرين حصلت مجزرتين في دوار النابولسي الأولى كان ضحيتها أكثر 118 شهيدا فلسطينيا أما البارحة فكان بحدود الشيء عشرت شهداء فلسطينيين دائما تقصف من البحر كذلك الأمر من الجو اليوم جبالية كانت تقصف من الجو ومن البحر ومن البر من مدفعية العدو كذلك الأمر بيت لهيا الشيخ زايد قصف على الشيخ زايد وتم القصف على أبراج الشيخ زايد كذلك الأمر على مقر يعني نقابة المهندسين في منطقة الشيخ زايد وتم تدمير يعني العدو الإسرائيلي وهذه يعني خطته هي تدمير الحجر والبشر وبالتالي كل الإدارات الرسمية تم استهدافها اليوم يستهدفون الإدارات التي يمكن أن تعيد بناء القطاع وبالتالي نقابة المهندسين هي إدارة فاعلة في إعادة بناء قطاع غزكة كل وبالتالي اليوم تم استهدافها كان هناك غارات على تل الزعتر إذا ما تأملنا بالصورة نرى بأن هذه المنطقة من حي الصفطاوي إلى الشيخ زايد بيت لهيا كل هذه المنطقة حتى مقابر جباليا هنا كانت يعني القصف لغاية هنا كان القصف يتركز بشكل قوي جدا رأينا بجباليا كان هناك أكثر من عشرة شهداء اليوم في منطقة الشيخ زايد كان هناك شهداء كذلك الأمر في الصفطاوي لنعود إلى حي الزيتون في حي الزيتون كان هناك محاولة تقدم لدبابات تم استهداف دبابتين اليوم في حي الزيتون وبالتالي تدمير دبابتين المدفعية استهدفت دوار الدولة وكذلك الأمر دوار الكويت دوار الكويت كما العادة يتجمع المواطنين لأخذ المساعدات التي يعني هي بالقطارة وأحيانا لا يوجد مساعدات وبالتالي قام العدو بقصف دوار الكويت رأينا شهداء على دوار الكويت شهداء على دوار الدولة كذلك الأمر غارات على الزيتون قام المقاومون بإنزال مسيرتين في هذا القطاع مسيرة فوق بيت لهيا هنا مسيرة وأخرى فوق الزيتون حي الزيتون فهذا ما يزال المقاومون فوق بيت لهيا بسام سبعة ونحن نعرف بأن السام سبعة هو صاروخ يعمل على الكتف الارتفاع الأقصى له 1500 متر ومدات لت 1700 متر وبالتالي ما يزال المقاومة لها اليدة الطولة في إسقاط هذه المسيرات كذلك الأمر سنرى إسقاط مسيرات في جنوب قطاع غزة هذا هي الحالة الميدانية كانت في شمال قطاع غزة إضافة كما قلنا إلى قصف البوارج التي تستهدف طول شارع الرشيد وخاصة حيث يتجمع المواطنين عند إلقاء المساعدات من الجو من ناحية المساعدات عندما قلنا نحن بأن عمليات التجويع يعني هذه المساعدات التي ألقيت إن كان من ناحية الولايات التحدة الأمريكية أو فرنسا أو مصر أو الأردن يعني هي ليست كافية ليوم واحد فقط وبالتالي هي أكثر منها إنزالات دعائية إنزالات لذر يعني كان هناك انتقادات أن الولايات المتحدة تفتح جسر جوي للسلاح والتسخير بالنسبة للإسرائيليين بالضبط يعني بدل هذه الأمور يمكن فتح المعابر البرية إن كان من ناحية معبر إلتس أو من هنا من ناحية يعني معبر المنطار على الشجاعية في هذه النقطة بالضبط أو إن كان من ناحية يعني معبر رفح في جنوب قطاع غزة فإذا العدو الإسرائيلي لغاية اليوم يركز على مسلس الموت يحاول تدمير الحجر والبشر منذ اليوم الأول ولغاية اليوم ويضغط لعدم عودة كما قلنا في المفاوضات لعدم العودة إلى شمال قطاع غزة وبالتالي كان السؤال البارحة من قبل بعض الصحفيين للرئيس الأمريكي إنه ماذا العمل بمليون ونصف مليون في رفح لم يجاوب وبالتالي ليس هناك إجابة يبدو أن هل هي يعني أنه ترحيل الفلسطيني قطاع غزة خارج غزة؟ هل هو نحو مصر؟ فهذه الأسئلة التي بدأت تطرح عالميا في الوسط اليوم كانت أيضا مجازر مثلا في الزهراء كان هناك قصف على مدينة الزهراء قصف على انصيرات بين الزهراء وانصيرات كان هناك أكثر من عشرين شهيدا وأكثر من ستين جريحا كانت المعالج كثيرة هنا وغارات جوية أيضا على المنطقتين إضافة إلى المغازي قصف جوي وقصف مدفعي على المغازي أما بالنسبة لدار البلح فتم قصف مسجد البخاري ويعني تعريض قصم منه للتدمير كذلك الأمر بما يختص بدار البلح كان هناك إغارات على دار البلح وعدد من الشهداء فيما يختص بجنوب قطاع غزة كما قلنا كان هناك محاصرة لمنطقتين أساسيتين المنطقة الأولى هي القرارة والمنطقة الثانية هي مدينة حمد فهذا محاصرة المدينتين اعتقال أكثر من ألف شخص ألف ومائتين شخص في مدينة حمد اعتقال المواطنين المحاور التقدم باتجاه خان يونس كانت على الشكل التالي فهذا كانت من باتجاه بلي سهيلة باتجاه خان يونس باتجاه عباسانة الكبيرة باتجاه خان يونس وكذلك الأمر ما بين المدينة حمد والقرارة باتجاه خان يونس فهذا ثلاث محاور رأينا تدمير لأربع دبابات معادية إثنتان في خان يونس دبابتين في خان يونس ودبابة في بني سهيلة والأخرى قرب القرارة بموضوع منطقة الأمل هنا يعني منطقة غرب خان يونس هذه المنطقة كان هناك اشتباكات ضارية سقط على أثرها يعني بعض الشهداء ولكن كبد المقاومون العدو الإسرائيلي الخسائر إضافة إلى كان هناك قصف يعني من قبل المقاومين على هذه المنطقة فهذا قصف على هذه المنطقة ما تزال خان يونس عصية لغاية الآن على يعني العدو الإسرائيلي أما بما يختص بمنطقة رفح فكانت تتعرض لقصف مكفى وقصف جوي مكثف دائما القصف يكون على المنازل المنازل يعني هناك اليوم تدمير لمنازل في حي جنيني في حي السلام أكثر من عشرين شهيدا في هزين الحيين كذلك الأمر حي العدس وناحية تل سلطان فإضافة إلى أيضا معبر رفح فإذا كل هذه المنطقة كان هناك غارات جوية وقصف مدفع مركز على المنازل وعلى بعض العيال التي هي مناهضة للعدو الإسرائيلي ويعني تناصر حماس والفصائل الفلسطينية لذلك يقوم العدو بتقصد لمنازل عائلات وبذلك يتم قتل هذه العائلات وهناك العديد من الشهداء وهناك عائلات أقفلت للأسف بفضل مجازر ووحشية العدو الإسرائيلي في قصفه هذه هي الصورة كانت شمال ووسط وجنوب قطاع غزة اليوم كترجمة لما تفضلت به سيادة العميد شرب الأبو زايد تحول إلى سيادة اللواء واصف عريقات بعد ترحيبك مجددا سيادة اللواء يعني انتلاق من واقع الميدان هل يمكن اعتبار أن المفاوضات في القاهرة اليوم في هذه الجولة تحديدا تجري بالنار بواقع الميدان انتلاقا من تعنت الإسرائيلي عدم وضوح الرؤية من جانب الوفد الإسرائيلي لما يريد نتانياهو اعتبار أنه غاب أو تغيب عن مشهد القاهرة اليوم يعني وأبعاد هذا المشهد الإسرائيليا إلى ما هو أبعد من ذلك على مستوى إدارة بايدن ووسائل الضغط التي تمارسها على شخص نتانياهو تحديدا يعني أخي العزيز هناك مسارين الآن هناك مسار التفاوضي وهناك مسار ميداني المسار الميداني هو الذي يحدد المسار التفاوضي حقيقة ما تحدث به سيادة العميد شربل لو وضعناه على اللوحة لحديثي التعليم عسكريا وقلنا لهم هناك مية وخمسين يوم وهناك مية وعشرين ألف جندي إسرائيلي نقبة النقبة وهناك حجم الطائرات والمدفعية البرية والمدفعية البحرية ولهم مية وخمسين يوم وهذا بنك الأهداف الذي يقوم به هذا الجيش الإسرائيلي في قطاع الزا يتبين لهؤلاء أن حجم سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأرض لا تتجاوز عشرين في المئة فقط هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي ما زال يعتمد على الطائر لتحميه ما زال يعتمد على المدفعية البرية والبحرية لتحميه لأنه بنك الأهداف التي تحدث عنه سيادة العميد شربل يؤكد بأنه أكثر من ثمانين في المئة من قطاع غزة مسيطر عليه بالنيران ومنها أكثر من أربعين في المئة إلى خمسين في المئة هي ضد الأطفال، ضد النساء، ضد الشيوخ، ضد الأبرياء، ضد المدنيين بمعنى أن هذا الجيش لا يقاتل بمعنى جيش يقاتل مقاومة وإنما جيش يقتل مدنيين، يرتكب حرب إبادة جماعية غير قادر على تحقيق إنجازات على الأرض وهذا يؤكد ما قال بريك، الجنرال بريك وهو أحد المقربين لنتنياهو يقول الجيش الإسرائيلي في فوضى عارمة، الجيش الإسرائيلي لا يوجد لديه خطط عسكرية وهكذا قال براك أيضاً إضافة لبريك وهناك أيضاً وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن أحلام نتنياهو في تحقيق النصر تبخرت الآن إذن مدام هذا واقع الميدان العسكري الذي يعتمدون عليه والذي يهدد نتنياهو فيه وأنه حتى الآن غير قادر على تحقيق أي سيطرة لا في الشمال ولا في غزة حتى أحياء الزيتون وحتى خان يونس التي دفعوا إليها مزيد من قوات النخبة الألوية والدبابات والهندسة والمظليين ونخبة النخبة ومع كل ذلك لم يتمكنوا من تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هو اعتقال عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين ومن المدنيين الفلسطينيين للتحقيق معهم لمعرفة ما يجري في الميدان هذا ما يعني حتى الذين يعتقلهم ويدعي أنهم مقاومين ربما تحت التعذيب يعترفون بأنهم مقاومين ولكنهم في حقيقة الحال ليسوا مقاومين وإنما هم مدنيين عزل ولكن إسرائيل تعذبهم وكثير منهم يعني أعدم ميدانيا لأنه لم يعترف بأي معلومات تفيد الجيش الإسرائيلي لذلك نحن نتحدث عن واقع ميداني لم يحقق أي إنجازات على الأرض العسكرية إلا هذا السقوط الأخلاقي حرب إبادة جماعية تطهير عرقي حرب تجويع تدمير بنية تحتية اعتقالات اعدمات ميدانية استهداف الأطفال والنساء بالشوارع هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي لذلك هذه الورقة هي بيد المقاومة الفلسطينية عسكريا وليست بيد الجيش الإسرائيلي ووسط هذا الافلاس العملياتي الإسرائيلي في مختلف نواحي غزة كانت أيضا سرية القدس بثت مشاهد من استهداف مجاهديها لطائرات العدو الصهيوني المسيرة وسيطرة عليها نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدورها نشرت كتائب شهداء لقص مشاهد قنص جندي بينما يتناول القناص وزميله البزر وذلك في حي الزيتون في مدينة غزة جيدا للمشاهد لقد سبق المغافي بهم زوجنا 真的 الموضوع حار ملاحظة من عبب بسم الله بسم الله بسم الله ايضا نشر الاعلام الحربي في كتائب شهداء الاقصى ومشاهد من السهداف قوات واليات الاحتلال في محيط موقع ابو انطبق شرق قاطع الوسطى بعدد من قذائف الهاون والملاحظة في الفيديو الذي سنتابع بطبيعة الحالة ان المقاتلين يصنعون فنجان قهوة قبل تنفيذ المهمة بسم الله الرحمن الرحيم اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم لليوم المئة وسبعة وربعون وما زال مقاتلي كتائب الاقصى بكافة الوحدات العسكرية وواطع العسكرية يدافعون عن اهلنا وشعبنا في هذه المعركة الشرسة هذا هو دينان كتائبنا وحركة فتحة كانت ولا زالت على العقل ونحن من هنا من قلب قاطع الوسطى نرسل التحيات لقادة الفتائب ونقول لهم باننا سنبقى صامدون في الميدان حتى دحر هذا العدو الصهيون ونهدي هذا العمل لروح الشهيد البطل عبدالله أبو معيل أحد أبطال العبور على مستوطنة فئير والشهيد البطل محمد العديني أحد أبطال بحثة الرصد وإلى أهلنا وشعبنا الصامد نقول لكم اصبروا وصابروا إن النصر صبر ساعة اللهم سدد رمينا يا الله سيدة العميد شربل أبو زايد عن أي أريحية نتكلم من خلال ما شاهدناه في هذه المشاهد بطبيعة الحال عندما تكون النتيجة بعد معارك دارية إن كان فيه خان يونس أو إن كان فيه حي الزيتون أو كان فيه كامل قطاع غزة يعني ما بين العدو الإسرائيلي وما بين المقاومين وكيف استطاعوا هؤلاء المقاومون يعني دحر العدو خارج قطاع غزة في كثير من النقاط وابقى السيطرة على الأرض أكثر من ثمانين في المئة لهم فهذا بطبيعة الحال ينعكس على نفسية المقاتل وهنا كما رأينا في الفيديو يعني هم يقومون بيعني إن كان في عملية القنص يعني هم على أريحية بشكل أنهم يأكلون المكسرات ويقوم بالقنص أما في المنظر في الفيديو الآخر فكان يعني وفي ذلك راحة نفسية كبيرة للمقاتل أو للقناص ورسالة للعدو بأن من تدعون بأنكم قتلتمونا نحن على كامل أجهازية ونحن بانتظاركم وبكامل الأريحية حتى على ما سوى التحصين صحيح وهذا يعني عندما نريد أن نعكس ذلك على مقاله جنود العدو الذين خرجوا من خان يونس أو ما قاله اللواء بريك وغيره من الضباط عندما قالوا أن هناك يعني عمليات تجري دون خطط أو يعني وهذا ما يعني بأن هناك تخبط في الجانب الآخر يعني لدى العدو الإسرائيلي لأننا نعرف كعسكريين بأن هناك دائما خطط وهذه الخطط على يعني توقيت معين تنتقل إلى أمر عمليات ينفذ على الأرض ويتم استنادا إلى تطور الأوضاع على الأرض بتتيويم ويعني هذه الخطط لتكون متناسبة أما أن يحصل هذا التخبط ويعني يقر به ضباط كبار فيه جيش العدو الإسرائيلي فهذا أكيد هناك يظهر ميزان القوة ما بين يعني عدو يمتلك تكنولوجيا وأسلحة كبيرة متقدمة ومقاومين يستعملون الأرض ويستعملون الأسلحة البدائية ولكن يستطيعون أن يعني يقوى على هذا العدو ويستطيعون مقارعته وهذا ما رأيناه في الصورة بطبيعة الحال مشاهد أيضا من رصد وسداف كتائب المجاهدين لتجمعات وخط سير قوات العدو الصغيوني جنوب حي الزيتون بصواريخ 107 تابعها 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 ايضا مشاهد من امرز عمليات وحدة اتفاع الجوي التابعة لكتائب المجاهدين او استهدافها لطائرات العدو بصواريخ ارض جو في معركة طوفان الاقصى نتبعها نحن في وحدة اتفاع الجوي التابعة لكتائب المجاهدين فلتنا لهذا العدو الغاشم ستبقى سماؤنا محرمة على الطائرات الصهيونية لطالما طالما لحظه لن ينحمل الشب لا تهنوا ولا تحسوا فأنتم لدين الله وإسلام فرتم فإنتمتم على من فهدتهم عذبهم وأنظرهم غلقة بكتو يشرب صدور قوم مؤمنين ثم طوبة ثم طوبة لمن لله ضضخاط الحروبة فللهي جاء فاسطلوا ايضا عملية مشتركة بين كتاب الشهيد ابو علي مصطفى وكتاب المجاهدين استهدفت الرشقات الصاروخية فيها مستعمرة بعيري ومقر القيادة في مستعمرة رعيم ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة كان سيادة اللواء وصف عريقات امام ضربات المقاومة لنحية جودة التمركز والاستداف والتحصن لنحية الرصانة والهدوء لدى القناصين والمقاتلين وايضا لنحية الاصابات المباشرة لجنود الاحتلال الصهيوني كل ذلك ميدنيا يضاف الى انتكاسات تعنى بها قيادة الجيش ناحية الاستقالات من جهاز الدعاية التابع للجيش برئاسة او الذي يرأسه الناطق باسم الجيش هاكاري وليس من وحدة المعلومات وايضا تظاهرات لحريديم بعدما قال ان مسؤولون لصحيفة اسرائيل هايوم سنبلور قانونا لتجنيد لحريديم ليس فقط وفقا لرغبات جانس هذه تحديات صعبة في هذه اللحظة والجيش الاسرائيلي على اعتاب شهر رمضان المبارك مع تحديات كبرى في الضفة سنتطرق الى بعد قليل ميدانيا ايضا تفضل سيادة الليبان يعني واضح واضح ان الجيش الاسرائيلي في حالة ارباك في حالة تفكك في حالة انقسامات وهذا كله مرده لان الجيش الاسرائيلي حتى الان لم يحقق انجازات عسكرية على الارض بمعنى انجازات عسكرية كل ما حققه هو هذا السقوط الاخلاقي امام العالم حرب ابادة جماعية تطهير عرقي سياسة الارض المحروقة تدمير البنية التحتية حرب تجويع استهتاف اطفال نساء شيوخ وهذا انعكس سلبا على القيادات السياسية والعسكرية نتنياهو يتهم العسكريين بانهم هم الذين اخفقوا وهم المقصرين والقيادة العسكرية تتهم نتنياهو بانه حدد لهم اهداف لا يمكن تحقيقها في هذه المدة الزمنية بمعنى القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الاسراء بالقوة العسكرية علما بان الاهداف غير المعلنة وهي قتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم وتدمير الحياة في قطاع غزة حتى لا يكون قطاع غزة صالحا للسكن هذه اهداف غير معلنة قام بها الجيش الاسرائيلي صحيح ولكن حينما نتحدث عن مائة الف شهيد وجريح ومفقود منهم ثمانين في المية اطفال ونساء وشيوخ هذه انا بتقديري يعني كانت محور خلاف خلاف اولا مع الحليف الامريكي ليس لانهم قتلوا بل لانهم حصلوا على كل المساعدات الامريكية ولم يحققوا انجازات عسكرية على الارض ويعني جلبوا لانفسهم العزلة الدولية وجلبوها ايضا تشويه صورة الامريكي امام العالم لان الامريكي كان يريد لهذا الجيش الاسرائيلي ان يحقق انجازات بسرعة ولكن هذا الجيش الاسرائيلي الذي اخفق في تحقيق هذه الانجازات العسكرية وكان بايدن قد يعني اصرح في الايام الاولى حينما اجتمع مع نتنياهو وقال طلبت من نتنياهو ان يبحث عن بدائل للحرب البرية ليس انسانية منه على الفلسطينيين ولا خوفا على يعني خسائر في الصفوف الفلسطينيين وانما خوفا وقلقا على الجيش الاسرائيلي ان يذهب من هزيمة يوم 17 الى هزيمة اكبر في قطاع غزة وهذا ما يجري على ارض الواقع ان الجيش الاسرائيلي تورط الجيش الاسرائيلي الان غير قادر على تحقيق انجازات عسكرية ولذلك هو يتوجه نحو المدنيين يقتل اكبر عدد من ممكن منهم يطلب منهم النزوح من الشمال الى الجنوب وها الان في اكثر من مليون وثلاثمية من النازحين موجودين في رفع ويشكلون معضلة كبيرة امام الجيش الاسرائيلي لانه لا يمكن ان يقبل باعادتهم الى الشمال ولا يمكن ان يخوض معركة وهم موجودين في رفع الا اذا ما قرر ان يرتكب حرب ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ونحن كما قلت حضرتك نحن على اعتاب شهر رمضان ومعروف ان شهر رمضان هو شهر يعني وحدة الساحات يعني لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يقبل بتمرير الامر الواقع الذي يريد بن قفير واسم مترش تمريره وهو منع المصلين الفلسطينيين من الوصول الى المسجد الاقصى والى القدس خاصة في شهر رمضان لذلك انا بتقديري الجيش الاسرائيلي الان في حالة ارباك وهو ما جعل يعني بريك وباراك والمرت وكلهم يتحدثون عن خشيتهم من الوصول الى شهر رمضان والجيش الاسرائيلي لا يحقق انجازات على الارض وبن قفير واسم مترش يريد ان يقيدوا حركة المصلين الفلسطينيين في المسجد الاقصى وفي القدس لذلك يعني نتنياهو الان عليه ضغوط كثيرة هناك ايضا يعني حليفه الاستراتيجي وهو احد اعضاء مجلس العرب جانس توجه الى الولايات المتحدة الامريكية بعكس رغبته وقد حاول منعه لكن جانس رفض هذا كله يؤكد بان حالة الارباك التي يوجد فيها نتنياهو ستشكل عامل ضغط عليه اما ان يقبل بالذهاب الى المفاوضات وتبادل الاسرة واما ان يبقي جيشه في الميدان ويتحمل الخسائر الكبرى التي يمنى بها هذا الجيش الاسرائيلي في كل يوم نحن نتحدث عن 15 الى 20 قتيل وجريح يوميا هذا عدا عن الصدمات النفسية هناك اكثر من 20 الف حالة صدمة نفسية تعالج في المصحات النفسية الجيش الاسرائيلي بغض النظر عما يتشدق به نتنياهو هو في ورطة كبيرة وهو في مأزق كبير ونتنياهو يحاول ان يفلك من هذه الدائرة الضيقة التي وضع نفسه فيها ولكن انا بتقديري العامل الميداني هو الحاسم وهو ضد الجيش الاسرائيلي ولا يمكن لهذا الجيش الاسرائيلي على المدى المنظور ان يحقق انجازات عسكرية سوى الاستمرار في حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي وسياسة الارض المحبوقة وتجويع الشعب الفلسطيني وكل هذا سقوط اخلاقي يجلب له العزلة الدولية وهل سيادة العميد انتلاقا مما اختتم به سيادة اللواء وهذا مشهد يمكن ان يؤجج الضفة على اعتاب شهر رمضان المبارك ام ما هي المآلات امام او ازاء ما نتابع اصلا ميدانيا في الضفة وما قد يحدث نعم بدأت الاسوات تعلو خاصة في اتحاد الاوروبي رأينا الباريحة جزيب موريل قال بان ما يستجد في الضفة الغربية ايلون الى الانفجار القوي القريب والقريب جدا وخاصة بما يختص بالقدس الشريف وبشهر رمضان لذلك هو دعا الاتحاد الاوروبي والعالم للعمل على ضغط على العدول الاسرائيلي للقبول بشروط المفاوضات والتوصل لأي مفاوضات معينة لوقف اطلاق النار مثلا اليوم كانت الميدانية كالتالي في الضفة الغربية في الخليل كان هناك اقتحام واشتباكات في الخليل كذلك الامر في ادورا وفي الظاهرية في الظاهرية كان هناك شهيد فلسطيني في الظاهرية في بيت لحم كذلك الامر اقتحامات واشتباكات اما في القدس فكان هناك قال العدو الاسرائيلي بأن السجون لديه اصبح فيه اقتزاز وبالتالي قام بسجن احد المعتقلين في قفص وهذا يعني لنرى همجية وتعامل اللا انساني وخارج القانون الدولي لداء العدو الاسرائيلي في رام الله رأينا في مخيم الامعر كان هناك ايضا استهداف لمنزل شهيد وتدميره كذلك الامر في البيري وفي كفرعين فكانت كل هذه المناطق تتعرض للاقتحامات من قبل العدو الاسرائيلي والاعتقالات مثلا في الخليل كان هناك اثنين وعشرين معتقلا اما اليوم حصيلة الاعتقالات في كامل الضفة فهي خمسة وخمسين معتقل في قلقيليا كذلك الامر تم اقتحام قلقيليا عائلة شهيد فيها المخفية كذلك الامر في بيتا في طول كارم كان هناك اقتحام لنور شمس الجرافات اقتحمت نور شمس وقامت بجرف بنى التحتية تصدلها المقاومون وقاموا بتفجير جرافة في مخيم نور شمس اما في جنين كالعادة فدائما جنين هي وكتاب جنين يتصدون للعدو الاسرائيلي والاقتحاماته اليوم قام المقاومون باطلاق النار على معسكر سالم على المعبر في شمال جنين ويبدو ان كان هناك اصابات لذلك يبدو بان منذ البارحة وضع العدو الاسرائيلي الشرطة ورجال الامل في جوزية تامة وفي السنفار لانهم على اعتاب الدخول في شهر رمضان والسلطة السياسية لغاية الان لم تتخذ اي قرار وهذا ما يشي بان هناك يمكن ان يكون انفجارا ضخما في الضفة الغربية سنتابع بعد لحظة اصابة جنود الاحتلال السهيوني برصاص مقاتلي كتاب شهداء الاقصى اثناء اقتحامهم مخيم الامعري ونوت ايضا لحظة صحب قوات الاحتلال الجرافة العسكرية التي فجرها مقاتلو كتاب شهداء الاقصى في مدينة طول كرم خلال اقتحامها فجر اليوم مخيم نور شمس سيادة اللواء هل مسار الامور يشي بانه الضفة على شفير الانفجار على اعتاب شهر رمضان المبارك انتلاقا من سياق المحادثات او المفاوضات في القاهرة او حتى من سياق الواقع الميداني في الضفة وغزة الضفة الغربية تتعرض لعدوان مستمر منذ اكثر من سنتين يعني منذ عام الفين وسبعتاش حينما طرح سموترش خطة الحسم وحينما تولى مسؤولية وزارة المالية قبل سنتين تقريبا في نهاية عام واحد وعشرين وبداية عام اثنين وعشرين وخطة الحسم واضحة وتقول بانه على الفلسطيني ان يقبل بالعبودية او ان يهاجر او ان يقتل وبدأوا بتنفيذ هذه الخطة على الارض كان هناك ثلاث خطة عسكرية كاسر الامواج وطنجرة الضغط وجز العشب وكل خطة من هذه الخطة اشرف عليها رئيس سيد اركان شاركت فيها الاف الجنود من كافة الوحدات النخبة وسلاح الجو وسلاح الدبابات وسلاح المدفعية واقتحموا عدد كبير من المخيمات والقرى والمدن اعتقلوا الالاف اعدموا ميدانيا مئات من الشباب الفلسطيني جرفوا البدنية التحتية دمروا قتلوا قاموا بحرب ابادة جماعية كما يقومون فيها الان في قطاع غزة ومع كل ذلك الشعب الفلسطيني صابر وصامد ومحتسب والمقامة الفلسطينية رغم امكانياتها المتواضع تتصدى لهذا العدو الاسرائيلي وتتواجه وتقاومه وتقول لجابوتنسكي وعقيدة جابوتنسكي التي تقول ما لم يحقق بالقوة العسكرية سيحقق بمزيد من القوة العسكرية الان العقيدة الفلسطينية بعد سبع عشر وقبلها تقول لا لا لجابوتنسكي وان الجيش الاسرائيلي يقاوم والجيش الاسرائيلي يهزم ومزيد من الصبر والصمود سيتم في مواجهة مزيد من القوة فبالتالي نحن نتحدث عن ارادة عند الشعب الفلسطيني ما زالت موجودة رغم محاولات العدو الاسرائيلي لنكسر هذه الارادة ومن ثاني الشعب الفلسطيني عن اسناد مقاومته والمقاومة الفلسطينية ما زالت محتضنة من الشعب الفلسطيني وكلاهما أنا بتقديري ما زال متمسكا بالصمود وبالتصدي لهذا الاحتلال مهما كانت التضحيات ومهما كان البغذل والعطاء والشعب الفلسطيني محروف ثقافة ثقافة مقاومة ومنذ عام 1948 حتى اليوم وهو يقاوم الاحتلال بأشكاله كافة ويعني حقق المزيد من النجاحات والإيجابيات والجيش الاسرائيلي الذي يتشدق بأنه من الجيوش المتقدمة في العالم غير قادر على ثني هذا الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه مخططاته وجرائمه والمقاومة الفلسطينية أيضا تتصدى بكل ما أتيت من قوة رغم إمكانياتها المتواضعة إلى جبهة لبنان معك مجددا سيادة العميد يعني لعلوا واقع السداف في ماركليوت ألخى بظلالها على الواقع الميداني بالتزامن مع زيارة المفد الأمريكي أموس أكستاين وما حملته من رسائل تفاوضية نعم يعني عن ما نتكلم عن ماركليوت نتكلم عن هذه المنطقة ككل يعني ماركليوت هي قرب ثكنة رميم وهي أيضا يعني التلع المشرفة على كرياتشمونة كرياتشمونة هي منطقة نوعا ما سهلية وبالتالي هذه المنطقة تتعرض منذ أكثر من عشرة أيام لقصف رأينا ما حصل بكرياتشمونة اليوم في ماركليوت تم قصف ماركليوت برشقة صاروخية كان هناك قتيل وأكثر من عشرة جرحة لدى العدول إسرائيلي تم نقلهم إلى مستشفيات تل أبيب وصفد وحيفا وبالتالي يعني تأكدت من خلال الطوافات التي قدمت إلى المنطقة إضافة إلى ذلك كان هناك استداف لمنطقة الغجر ومنطقة الوزاني في منطقة الوزاني يعني ما بين المقاومين ومنطقة العدول الإسرائيلي هناك مجرى النهر وبالتالي المسافات قريبة استهدف المقاومون العدو في الوزاني وأيضا كبدو الخسائر مما أدى إلى رمي قنابل دخانية بكسافة رئيس ما استطاعت الطوافة والإسعاف سيارات الإسعاف إخلاء الجرحة والقتلة من الوزاني كذلك الأمر حصل في الغجر أما دائما في مزارع شبعة فعندما نتكلم عن مزارع شبعة دائما هذا يكون السماقة والرمتة يعني المستهدفتين إضافة إلى زبدين وكامل هذه المنطقة هذه المنطقة هي أيضا منطقة متقاربة مع تلالك فرشوبة ومنطقة السداني وإلى ما هناك في شبعة وبالتالي يعني يبدو بأن العدو الإسرائيلي يقوم باستحداث براكز تجسسية دائمة إن كان فيها الرمتة أو السماقة تقوم يعني المقاومة اللبنانية بقصف هذه المناطق بشكل دائم إضافة إلى المرابد وخاصة مثل مربض الزعورة الذي قصفه المقاومون قبل البارحة وأوقعوا به الإصابات المؤكدة المطلة قصف المقاومون المطلة عندما نتكلم عن المطلة المطلة هي تلة صغيرة وإنما الحمامس والإخيام هم التلال المشرفة على المطلة لذلك دائما ما يقوم العدو بقصف الإخيام والحمامس بيئة المدفعية وبالطيران لماذا؟ لأنه يبدو بأن استهداف المطلة يأتي من هذه المنطقة ودائما ما تصاب المطلة وخاصة دبابات التي تكون متواجدة في المطلة يقوم المقاومون بقصفها ويعني هناك دائما مناوشات في هذه المنطقة قصف اليوم الطيران على أكفار كلا على رب 30 غارات كذلك الأمر على مركبة وحولة بركبة وحولة ومليلة هذا بالقطاع الشرقي بالقطاع الأوسط قبل منتصف الليل كان هناك محاولة تسلل هذه المحاولة كانت من وادي قطمون وادي قطمون هو في هذه المنطقة بالذات يعني تحت رميش هذه المنطقة هنا كان هناك محاولة تسلل لها العدو الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني تحديدا من فرقة جولاني من فرقة جولاني هي نعم مكانين للتسلل إن كان بوادي قطمون أو إن كان بخربة زرعيت وبالتالي قام المقاومون بالتصدي لها وأوقعوا هذه العناصر ما بين قتيل وجريح لذلك استهدف العدو يارون بالطيران أما عيترون فاستهدفها بالأسلحة المدفعية عندما نتكلم عن المدفعية دائما ما يقصف العدو الإسرائيلي قضائف 155 أمي وسبعة متفجرة إضافة إلى قضائف فوسفورية لحرق هذه المناطق وتدميرها إضافة إلى ما تفضلت به سيادة العميد هناك ملاحظة يمكن أسؤال عنها أنه إسرائيل تمشط بطائراتها المسيرة بطائراتها الحربية بتغطيتها لكل هذه المنطقة تحديدا بعد حرق الأحراج فيها كامل هذا الشريط الذي كنت تتحدث بالحديث عنه وإذ بحزب الله يرصد هذا التسلل على نقطة صفر عند الحدود وينجح في استهداف هذه المجموعة إلى ما يدلل ذلك على المستوى الإخفاق الإسرائيلي من ناحية وعلى مستوى إنجاز المقاومة في هذه النقطة تحديدا هذا ما دائما نتكلم عنه بأن عملية الرصد لدى المقاومة يعني لسنا هنا بصدد أن نشرح كيفية الرصد ولكن عملية الرصد هي دقيقة ودائمة بصورة دائمة ليلا ونهارا هنا تم اكتشاف القوة الراجلة التي كانت بصدد التسلل من قبل المقاومين المتواجدين في هذه النقاط وبالتالي يعني هنا في هذه النقاط كان هناك نقاط مراقبة للمقاومين رصدوا حركة المشات التي تتقدم وتتسلل عبر وادي قطمون وبالتالي قاموا بمعالجتها بالأسلحة المناسبة أما فيما يختص بزرعيت وخربة زرعيت هناك يبدو بأن المنطقة ككل هي مزروعة بطبيعة الحال بالألغام يعني دخل العدو الإسرائيلي في حق الألغام تم تفجير ألغام به ثم عالجته المقاومة بالأسلحة المناسبة وأنما هنا هذا اكتشاف من قبل المقاومين وهذا ما يدل على أن كامل الجبهة هي يعني عيون مرصودة لأي تسلل إن كان بري أو جوي من قبل العدو الإسرائيلي وبالتالي هذا في حال أي إقدام العدو على أي هجوم بري مقبل سيكون هذا اختبار نموذج أضف إلى ذلك عندما نتكلم هناك مراكز مراقبة مخفية للمقاومة هناك أيضا دائما ما نتكلم عن المسيرات نحن نرى بأن صفرات الأنزار في كامل الجبهة مع لبنان يعني وعلى عبق أكثر من 20 و 30 كم يعني تقوم بإطلاق صفرات الأنزار يوميا أكثر من 10 مرات مما يدل على أن هناك مسيرات لحزب الله تقوم بتمشيط هذه المنطقة ككل وهذا أيضا رصد آني إضافة يعني جوي إضافة إلى الرصد الميداني الأرضي وهذا كله يصب في غرف عمليات جاهزة وهذا ما يخافه العدو هذا ما قاله ضابط الأمن في المجلس القليمي الجليل الأعلى اللي قالت كان أنه عناصر الحزب هم من يقررون متى يطلقون الصواريخ على ماذا يطلقون الصواريخ هذا ما يدل على أن المبادرة هي بيد المقاومة اللبنانية وليست بيد العدو الإسرائيلي وهذا معروف منذ الثامن من أكتوبر 2023 فهذا التسلل الآخر كان باختصار من هذه المنطقة يعني من ناحية الزرعية باتجاه رامية هنا تم تفجير يعني عبوة كبيرة بالعناصر وأيضا معالجة ما تبقى من العناصر بالأسلحة المناسبة لذلك أيضا هرعت سيارات الإسعاف ورأينا بأن في مكان ما بقية الجرحة والقتلة أكثر من أربع ساعات في الوادي هنا دون سحب وهذا دليل على فشل إضافي ومعلومة هذه الأوديات تجمع ما بين النقاط الأراضي اللبنانية بالأراضي الفلسطينية عندما نتكلم مثلا عن قصف الضهيرة موقع الضهيرة ما هي الضهيرة هي منطقة لبنانية ولكن موقع الضهيرة أي التلة المطلة على الضهيرة حيث يقيم العدو الإسرائيلي موقعا كان يقيم العدو الإسرائيلي في ذلك دلالة كبرى لأن قوة الرصد والاستخبارات عند المقاومة على طول الجبهة هي بصفر أخطاء نسبة لأن هذا النوع من التسلل الدقيق في تقريبا منتصف الليل يحتاج إلى دقة عالية في المراقبة والرصد عندما نقول بأن بالأسلحة المناسبة يعني هناك هدف معين مثلا قصفت المقاومة ببركان اليوم خربة ماعر قصفت المقاومة كذلك الأمر برانيت بالبركان لماذا قصفت بالبركان؟ لأن هذا الهدف الذي يتعالجه باستلاح المناسب يجب أن تعالجه في هذا السلاح المناسب في المكان المناسب وهذا واحد من مبادئ الحرب إذن مشاهد من عملية استدافة المقاومة الإسلامية مواقع تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية نتابعها موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة